كابتن شادي يعني هدف المقولين الوحيد برضو هدف تخصصك شوية كام مدافع والراجل بيطلع بارتاحية كبيرة جدا وبيحط الكورة براحته يعني عكس كل القواعد يعني مدافع أخذ المهاجم في سيدري أبوص أيوان عايز نسبت هنا ممكن نسبت هنا العدد بتاع اللعيب النادي الأهلي نرجع من وراء شوية عدد لعيب النادي الأهلي العدد كويس جدا وعدد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واثنين والتلاتة أولين نتكلم على القلب خلينا نروح للقلب هتلاقي فيه تلات لعيبة موجودين منهم سردباكين والباكليفت ثم العكسي خالص طه لما نلعب اللعبة بص لعيبة بص على الكورة وصيبين المهاجم خصوصا اللي في القلب ليه بنجيب الهدف ده بقى كابتن سيب؟ اجمبر خطأ ان المدافع يبص على الكورة ويسيب المهاجم بالزبط انا اللي ديني باخد المدافع في السدري واعيني على الله العظيم يا كابتن سيبلي نفسك هقول لهم كلامي والله دي في حتة تامية دي فعلا يعني انا دي خطأ متكرر جدا ومن الأخطاء اللي ساعات اللي ناديل قال لي بيدخل فرق معا في المباراة انت تدخل الشوط الأولاني متقدم 2-0 وممكن تدور على الثالث وتعمل التبديلات اللي تدي فرص للعيبة وتريح اللعيبة للي انت تنزل مضغوط دي برضو الأخطاء الدفاعية دي بتخليك نازل مضغوط بتنفس على الدوري وعمدك مباراة مهمة لازم تروح بيها معنويا كويس ولا انا اروح متعادل ولا اروح فيه اريحي عند الجماهير اللي انا بقى كذبان واروح هنا كذبان اعالج اخطاء اللي موجودة خطأ زي ده ما ينفعش يحصل فيه احنا ليه بنعيده تاني علشان فيه مطشي ساندونز ما ينفعش يبقى فيه خطأ بالشكل ده مين يا كابتن اكتر واحد غلطان في الكرة اللي قدامنا دي اكتر واحد غلطان اتنين قلبيه الدفاع محمد عبنعم وياسر برو عبنعم مش في الصورة عبنعم طرف نفسه اسيسا برو لا تنضغط في الكرة مش في الصورة ده علي معلومة في الكرة كرة دي كرة مركبة كرة دي كرة مركبة كرة تلعبت الاول في العمر عبد المنع مش ترك مع لو نجيبها من الاول وعلي ومين يا كابتن علي وطاهر وياسر براي صح طاهر طاهر نازل النزول بتاع الهلف الطبيعي طاهر مظبوط طاهر مظبوط كابتن سيف ملخص اللعبة دي الكلام الكلام ممكن من قبل اللعبة ويا بترفع عشان ناوي يتكلم طاهر يتكلم هيعدل من موقفه بسرعة وانت بتدافع مهم جدا عيني على هم محلين للاخطاء المتكررة بالشكل ده عيني على المهاجم فين هو العجيب الهدف ومش عيني على الكرة بس عيني على الكرة والمهاجم معايا في رؤية عيني لازم تبقى شايفا بالزبط خلاص هو اضطر محمد عبد المنعم يقطع على الاولى موافقة جدا نروح بقى الخطأ اللي بعد كده القلبية الدفاع هنا اتنمش مسكين حد هو في دهرهم وطاهر نزل النزول الصح اللي هو يغطي فهنا عيني على الكرة بس وانا مش شايف المهاجم فين فلازم من الاول الكلام كرة القدر هلش انه كان عنده حلول في الكرة دي لا الكرة قوية صعبة اول لا انه يطلع مش قصدي انه في الكرة الكرة المقوى الصعب كان ممكن في حالة واحدة لو هو متوقع واخد خطوطين لقدام بس ما فيش حارس مرة ما بيعمل كده كان ممكن لو هو متوقع من الاول وبيبقى فيها رزق ممكن حد يقطع على الاولى هو مش شايفه هتبقى فيها مشكلة لكن هنا المدافعين تعاملوا معاها بخطأ اولا مش بصين على المهاجم فين وفي نفس الوقت انت انت راح برجلك هنا مفيش لعب يدفع بيروح برجله في الحتة دي التلاتة والمهم الكلام انا ممكن قبل اللعبة بترفع الشناوي يتكلم ياسر يتكلم دايما انت التنبيه هدي بتاعت الكلام تتعدل من موقفه كنت بتتكلم كتير يا كابت انت؟ اه طبعا احنا في عدد من السنين احنا كناش داعنا حبيضر بنتكلم قبل اي حاجة في غرف اللبس في المحاضرة انت كنت جيل كبير ما شاء الله في محاضرة المطشاط بيبقى معروف مثلا واقع الجمعة بياخد لعب المتميز اللي بيلعب بالهيد في حد عمل زيادة بيقطع على الاولى منه المسان يقول لك ده ما يرجع راس حربة من الورا تحمل كسافة العدية بتاعتك ثم تنطلق السكند بول وبتدي فيه انطلاقات معينة لكن انا راح على سانداونز فريق كبير فريق عنده كورة فريق بيلعب بقريحية ما عندهش ركوة بيلعب بالزكاء لازم انا اتعامل مع الموقف الدفاعية بشكل من التركيز دي فيها عدم تركيز عدد اللعيبة اللي موجود جوه البوكس هايل جدا صحة جدا ولكن مش مسكين صحة تمركز غلط